تتواصل الاستعدادات لاستقبال عام دراسي جديد في ظل تقديم كل المستلزمات المدرسية للطلاب من خلال معرض أهل المدرسي الذي افتتح بأحد المجمعات المدرسية بمدينة نصر الاستعدادات لاستقبال عام دراسي جديد تتواصل في ظل تقديم كل المستلزمات المدرسية للطلاب من خلال معرض أهل المدرسي الذي افتتح بإحدى المجمعات المدرسية بمدينة نصر لعرض منتجات المدارس بأسعار مخفضة للتخفيف عن أولياء الأمور تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية كان فيه توجيه بإدعاء كل مدرية تقدر تعمل معرض أهل المدرسي إحنا دخلين على مدارس وإحنا لازم نساعد أولياء الأمور ونخفف عنهم وإحنا عندنا الوحدة المنتجة لازم تدفعها الأكثر وزي ما أنت شايف في المعرض موجود حاجات مكتبية وملابس بسيطة لولادنا والأهالي موجودين الحمد لله وده اللي همني أن فيه إعلان عن الموضوع وأن الأهالي موجودة فده الحياة يعني واحدة من الحاجات وأنا إن شاء الله هتابع الكلام ده على مستوى المحافظات وده كانت بداية في محافظة القاهرة نفتتح معرض أهل المدرسي في أحد أهدارات القاهرة المبادرة دي جديدة لأن المنتج اللي بتعرض فيه المعارض هو من أبنائنا الطلبة والقائمين على العملية التعليمية وملاحظ أن الأسعار الحقيقة مناسبة جدا مقارنة بخارج المعرض المعرض يقام في كل محافظة ويقدم مستلزمات تشمل المصنوعات الجلدية والملابس والأدوات المكتبية والهدايا بجودة عالية وتناسب كل الأذواق المختلفة نكلف المدارس أن هي تشارك بمنتجات عشان تساهم بها في المعرض بتاعنا لرحمة بأولياء الأمور ورفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية أهلا بنبتدي أن نخدم بها أولياء الأمور وبنعمل لهم أهلا مدرستي زي ما حضراتكم شايفين المعرض بيحتوي على كافة مستلزمات المدارس كشكيل وقرصات وإلام وزي مدرسية شنط مدرسية كل احتياجات الطالب وعلى هامش المعرض أقيمت بعض الورش الفنية لعرض بعض المنتجات اليدوية التي صنعها الطلاب لتسويق منتجاتهم ودعم مواهبهم وسط حضور لأولياء الأمور في أول يوم من افتتاح المعرض الذين أشادوا بجودة وأسعار المنتجات عملنا الخرز مش النوع خرز واحد عملنا كذا حاجة فيه مقالم كريستال وفيه مقام خرز عادي فيه كمان صوف احنا عمار مختلفة مدرساتنا ميس جهاد هي كانت بتعلمنا ماشي احنا فيه أول سنوي وثلث عدد وثلثة ابتدائي ده مشروع الوحدة المنتجة ده برا مكبس الحراري ده احنا نتبع عليه تشيرتات أو المجات أو الجرابات أيا كان لا الأسعار مناسبة جدا وهو كويسة وهم عملوا لنا كل ده في مكان واحد وكذا ويعني حاجات يدوي معمولة جميلة أو ورخيصة جدا بصراحة احنا جئنا المعرض النهاردة عشان سمعنا أن الأسعار كويسة غير أسعار برا وتقريبا كل الأسعار فعلا أقل من برا والحاجات كويسة جدا معرض أهلا مدرستي بمحافظة القاهرة يتم لتغطية ثلاث وثلاثين إدارة تعليمية بالمحافظة بالإضافة للمعرض الدائم بالمدرية فضلا عن تعميمه في محافظات الجمهورية ليلب احتياجات الأسر المصرية من متطلبات الموسم الدراسي الجديد محمود جميل التلفزيون المصري